السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركم مرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو في هذا الفيديو سوف أقدم أول تصريح لقائد المنتخب الجزائري رياض محداز بعد الوصول إلى الجزائر والإقصاء المخيب للأمال في كانال كودفوار قال رياض محداز في التصريحات في الصحافة لم نكن جيدين لم نكن بالمستوى المطلوب إنها نسختين ونحن نغادر من الدور الأول وهذا الفشل الثالث توليا هذا صعب جدا كان هناك ضغط تلبي كبير جدا حول المجموعة ذلك لم يساعدنا إطلاقا هذه ليست الحجة ولكن الحقيقة الضغط كان كبير من قبل الصحافة على أسس أننا نمتلك عشرة قؤوس إفريقية وأننا دوما المرشحين الأولين لكل نسخة فكرة القدم تخسر أكثر مما تفوز للأسف هذه هي الحقيقة نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين من الصعب جدا الخروج ورأى فشل ثلاث مرات على التولي سيكون هناك مدرب جديد التحاق لاعبين جدود يجب النهوض بالمنتخب الجديد مستقبلي لا أدري لم أفكر بعد عقلي مشوش جدا سنرى لاحقا طبعا لتصريحات قائد المنتخب الجزائري رياض محلاز للأمن المقدم السؤول مطلوب في كنالك الدوار وأشار لنقطة مهمة هي أن الصحافة كانت تقوم بضغط سلبي على المجموعة وأنا أتفق مع هذه النقطة لأن الصحافة دغطها كان سيء أو تعاملها مع اللاعبين والمؤتمر الصحفية سيء وحتى بعد القنوات الجزائرية شاهدنا بعض التصريحات التي استصغر خصم المنتخب الجزائري منتخب موريطانيا وهذا شيء غير عادي في كرة القدم لأن كرة القدم لا تعترف لا تعترف بالضعيف وكل مرشح للفوز اللقاء وكل مرشح للخسرة في اللقاء ودي كرة القدم يجب أن يعطي قيمة للخصب وأن تدخل بعزيمة للفوز منتخب الجزائري لما يكون في أفضل أحواله في هذه النسخة ونتمنى التوفيق إن شاء الله في القديم وإلى اللقاء